أهلا بكم لظروف ولعوامل مختلفة تحل رسائل وسائل التواصل الاجتماعي بدلا عن زيارات ومعاودة الأهل والأقارب واللقابهم في العيد وتلغي عادات التواصل الحقيقي بين الناس والتي كانت تعد من أجمل عادات المجتمع اليمني وذلك مع ظهور واستخدام هذه الوسائل بشكل مفرط وظروف آخرين ربما لما تعيشه البلاد من حرب ومواجهات تمنع الكثيرين من السفر لمعاودة الأهل مع تطور وسائل التكنولوجيا واختراع الهاتف الذي ربط المواقع البعيدة والقريبة معا سهل ذلك التواصل وإمكانية معرفة الناس أخبار بعضهم البعض بسهولة كبيرة لكن هذه الطريقة في التواصل أصبحت تدريجيا تحل محل الزيارات والتواجد الشخصي خاصة في الأعياد والأفراح والمناسبات حيث أنه يعتبر ذلك أمرا سلبيا وظاهرة أخذت بالتنامي في مجتمعنا كل واحد يكتفي برسالة عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الواتساب وخلاص يا للخال للعم للعمة أو لبنات الخال يعني حتى ممكن للصديقات حتى لو هي قنبك يعني تكتفي برسالة وتخرج من قنب البيت حتى تقولي خلاص قد عايت تعلي برسالة بالإضافة أنه لو سويت مجموعة وظفتيهم كامل واكتفي برسالة أعتقد الموضوع هذا هو بعد أكثر مما أنه قرب في العلاقات الأسرية والصداقة بين المجتمع بشكل عام موضوع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام جمعت بين الأسرة في مجموعة واحدة وفرقتهم في الواقع العلني في الزمان القديم كانت مظاهر صلة الرحم هي الزيارات والتواصل المباشر للأهل والأصدقاء وغيرهم حيث كان هناك ارتياح لقرب الأشخاص لبعضهم البعض أما الآن أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بديلة عن زيارة الأرحام والأقارب والأصدقاء فهذا أنعكس سلبا عليهم أقلت على القرح زي ما يقول المثل التواصل الاجتماعي أصبح الآن وسيلة تكاد تطعى على صلة الأرحم بالعكس تماما الرسول عليه الصلاة والسلام وصب بصلة الأرحم خاصة في المناسبات والعيادة في كل وقت الآن أصبح التواصل الاجتماعي مثل الفيس والواتس والتويتر يعني إيش ما لم يكن سبعين في المئة نقول أو أكثر أنت كن في نفس الحي وبترسل صاحبك رسائل في الواتساب أو في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي حتى في نفس المجلس ما عد بش كلام ما فيش كلام بضطر أنه ترسله رسالة وتجابره عبر الواتساب لأنه أصبح بشكل كبير إدمان له كنا نحضر لعندهم يعني نمتقي أهل كامل عائلة نقلس بالمجلس نضحك نأكل حربيات كذا بس عقا فترة وقت الفيسبوك والواتساب وتواصل الاجتماعي كامل يعني توصل رسالتك برسالة يعني ما فيش كلام كلام ما تروح عنده موجودين جنبك تقدر الفرق بيكون ربع ساعة نص ساعة وتقوم تتصل لهم بالجوال ولا ترسل لهم رسالة هذا شيء ما يرضي بها الله بينما الأشخاص الذين يسكنون في المواقع البعيدة فإنها تصعب عليهم ولربما تمر الشهور والسنوات دون حدوث لقاء بينهم فعوض نوعا ما التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي صح أنه التطور حلو والواتساب والفيسبوك والس ام اس هذا شيء خلينا نتواصل مع الناس اللي في الخارج اللي في البلدان الأخرى من أهالينا من أصدقائنا خلينا نتواصل معهم نحس أنهم قريبين للبعيد صحيح إنه واحد مثلا من بعيد عنك في دولة خارج المكان اللي انت فيه ممكن ترسله برسالة تتواصل معه بالتلفون رسالة يعني أكثر من رسالة تحسسك أنك بقاء بجانبه والله وفرتك يعني حاجة كبيرة جدا للمقتربي لنتواصل مع أسرهم الزيادة اللي في الخارج أما احنا هنا يعني كذا ما عد قدرنا نتواصل عبر الفيسبوك عبر الواتساب عبر المستوى حتى هنا مخزنين كذا نتواصل عبر الفيسبوك الواتساب عين مواقع التواصل الاجتماعي ربط العالم ببعضه البعض لكن على المستوى الأسري والمعيشي ففرق أكثر مما كان الوضع في السابق فهل سيتغير الوضع الحالي أم سيؤثر أكثر عليهم؟ في ظاهرة غريبة وفيها العبرة تشهد سواحل تهام حالة من تكاثر طائر الغراب ويقوم الناس باستيادها وانتظار مصير الصيد الذي تتجمع له كل الغربان وتأخذ جثته لتخفيه في الوقت الذي باتت فيه جثث الكثير من القتلى في هذه الحرب تأكلها الكلاب العبرة منذ عهد أبينا آدم أما البشر لا يعتبرون تنتشر وتتكاثر الغربان في تهامة وسواحلها بشكل كبير وهي من الطيور التي تسبب العديد من المشاكل نظرا لاستيادها لكل ما يلمع حد قول السكان الأمر الذي دفعهم لمحاولة القضاء على هذه الغربان باستيادها الغربانة انتشرت بشكل فضيح في المناطق الساحلية بشكل كثيف ويتم صيدها من قبل الأطفال والصغار وهي يعني مسببة للإزعاد الغربان نستعدها عشانها مؤذية كي تتنام تأذيك تتجمع الغربان في تهامة من كل مكان على جثة الغراب المقتول وتقوم بأخذه وإخفائه في مشهد عظيم لكل المتفكرين والمتدبرين وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الغراب هو أثكى الطيور وقد اختاره الله وذكره في محكم كتابه ليكون المعلم الأول للإنسان كان الله أزوجل يعني لما قتل قابل هابيل قص لنا كيف يعني الغربان قتل الغرب أخاه وتجمع الغربان وحفروا بالأرض ودفروه يعني واروا في التراب ونحن نرى يعني هؤلاء إلا الغربان كيف يعملوا فهنا أولى فنحن أولى بذلك وأنه الله عزيزي قد تكرمنا والله عزيزي قد تكرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر فهذا يجب علينا أن نكون إيش أخوة متحابين إذا قتلت غرب فيعني فتلاحظ أن الغربان تتجمع من كل حدبين وصوب تتجمع الغربان تسبب ضجيج فما بالنا يعني ببعض عندما نرى القتلى والشهداء المواطنين في كل الشوارع في غزة وفي اليمن وفي كل مناطق البلاد من حرب وفوضى ولا نرى أي ردة فعل من الأمة العربية ذكر الغراب في القرآن الكريم وتحديدا في سورة المائدة في سياق القصة التي ذكرت نبأ قتل قابيل لأخيه هابيل فقال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه وفي هذا إشارة إلى دور الغراب في تعليم الإنسان كيف يدفن موتاه وبإسقاط هذا المثال من الله من خلال الغراب على واقعنا اليوم يتعجب كثير من الناس كيف أصبح القتل سهلا في كل مكان وكيف أصبحت الجثث ملقاة هنا وهناك حتى تتعفن وتنهشها الكلام دون أخذ العبرة والعظة من تلك الدروس رغم الظروف والأزمة التي يمر بها الوطن وانتهى فترة إجازة العيد ما زالت الحدائق والمتنزهات في العاصمة صنعة تشهد زحاما كبيرا لزوارها لم تمنعهم هذه الظروف من ذلك هناك العديد من الطقوس التي اعتاد اليمانيون ممارستها في المناسبات والأعياد ولعل أبرزها هي الخروج مع كافة أفراد أسرهم لزيارة الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد واليوم ورغم استمرار الأوضاع التي تعصف بالبلاد وأجواء الحرب في كثير من المناطق نعيمة العاصمة صنعة بأجواء عيدية شبه طبيعية مارس فيها أبناؤها معظم الطقوس التي اعتادوا عليها في كل عام متناسين أو غير مبالين بكل ما قد ينقص عليهم فرحتهم أجواء العيد من أحسن ما يكون حاصرونا تعبونا فجعونا ولكن مررنا عيد وإذا الإنسان بخير مدعا فيه هو عيد الحدائق كانت ملان وزرنا المكالف وكسينا الأطفال واشترينا الزبيب وكعكنا وعيدنا من فضله رحنا مدينة الأكتور رحنا الحمديدار رحنا سنعان رحنا تأيز رحنا اسمها العمان حقية هذه كلها تمشيناها الحمد لله أنا وأولادي الطريق أمان مر أسبوعان تقريبا منذ انتهاء عيد الفطر المبارك ومع ذلك لا تزال بعض الحدائق والمتنزهات مكتظة بالناس وتعج بالأطفال الذين يسرحون ويمرحون هنا وهناك ولكن يا ترى هل يعد هذا بادرة تبشر بقرب انتهاء الأزمة اليمنية أم أنها مجرد طقوس اعتيادية يحاول اليمنيون من خلالها الترويح عن أنفسهم آملين عودة الأمن والاستقرار التام وتطبيع الأوضاع من جديد في أقرب وقت ممكن كانت أجواء العيد من أجمل الأجواء وكان كل ناس متعطشين لها جاءت في الوقت المناسب جاءت بوقت هدوء واستقرار والسكينة جاءت أجواء ترتبط بالتحدي الذي وصل إليه اليمنين والقنعة بأن لا يضر شيء غير الله سبحانه وتعالى أغلى من البلاد ما بش وأغلى من التربة اليمني ما بش وأغلى من التم اليمني ما بش أنهكت هذه الأزمة الشعب اليمني وحتى وإن كانت إجازة العيد التي قضاها كثير منهم في السفر أو في الحدائق والمتنزهات توحي بأنهم لا يعانون ولكن أغلبهم وكما يؤكد كثيرون عكس ذلك تماما ناهيك عن العامل النفسي الذي يؤرق حياتهم ليل نهار منذ اندلاع المواجهات أواخر مارس من العام الماضي قرية سنع واحدة من القرى السياحية الطبيعية توجد وسط العاصمة صنعا وتعد من أهم المزارات السياحية بأنهارها وحدائقها وأشجارها المعمرة منذ مئات السنين لكنها تفتقد لأبسط مقومات السياحة وخدماتها نتابع قرية سنع إحدى القرى السياحية اليمنية يتوافد إليها كل من أراد أن يعيش في أحضان الطبيعة فهي تحفة إلهية رسمت زينت بغلاف أخضر تكسوه الأشجار المتنوعة الشامخة من شجر الروماني وشجر التين أو ما يسمى بالبلس وخرير مياه تسر الناظرين أمنى بداخلها فللتاريخ حضوره فهذه المباني الأثرية مثلا شويدت منذ قرون إلا أن القرية اليوم تشكل إهمال في ظل غياب دور الجهات المعنية اليمن الحمد لله فيها العديد من المعالم والمواقع السياحية التي يرتادها السواح ومدينة الصنعة يحيط بها كثير من المدن التي كان يقضي بها أبناء اليمن أو أبناء المدينة ما يسموها الخريف أو يقضوا فيها مواسم نضاجة الخريف منها قرية سنع وارتل وحتى وبيت بوس وبيت زبطان وحمل تقع جميعها في الجنوب الغربي للعاصمة صنعة وكانت تنضج فيها فاكهة المشمش والخوخ والتين مبكرا فيذهب أبناء المدينة لقضاء عضلاتهم وقضاء في هذه الأماكن وكما يقول أهل المدينة يخترفوا يعني يأكلوا هذه الفاكهة والخريف غياب المقويمات السياحية لمثل هكذا قرى ومناطق سياحية يؤدي إلى تدني مستوى السياحة وضع فواتيرة القطاع السياحي الذي يعد في دول العالم أهم القطاعات الاقتصادية التي تؤدي دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية الاهتمام ناقص بالواقع يعني وأي واحد يريد أن يغطي الشمس بغربال فهذا مخطأ فيه تجاهل يعني المفروض أن كل منطقة سياحية أن تكون الطريق ميسر لها أن ينشأ فيها بعض السلاحات السياحية تنشأها الجهات الرسمية مثلنا في مجلس الترويج أو غيرنا أيضا أن يكون هناك تفاعل مع المواطن القضية الواقعة أنها قضية ذات الشيكين التجاهل الرسمي وعدم الاهتمام المواطنين بمقراهم بمدنهم هذه الأشياء هي بحاجة إلى لمسات فنية بسيطة يحتضن اليمن عبر تاريخه جملة من الحضارات الإنسانية والتي تشكل ثروة قيمة توفر فرص السياحة التاريخية والعلمية للمهتمين بها تجعل منها منتجا سياحيا جذابا إلا أن ضعف الاستقرار الأمني وتدني مستوى خدمات البنية الأساسية الداعمة لهذا القطاع عاكست أبعادها في بلوغ الغايات والأهداف